السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الفيديو سوف نقدم لكم أبرز الفوادة الصحية للقرنفل ولكن سوف نتحدث بشكل خاص عن فوادة القرنفل للأسنين فإذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله فابقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو هل تعلم ما هي أهم الفوادة الصحية العظيمة التي توجد في القرنفل وأهم هذه الفوادة المذهلة للأسنين ألم الأسنين من الأمراض والمشاكل الصحية المنتشرة بكثرة في أيامنا هذه نظرا للتقدم السريع والمتزايد في طرق وأسليب الحياة والتي يرافقها تغيير في أنموط وسلوكيات الحياة اليومية يعاني أغلب الناس من ألم الأسنين ومضاعفاتها وتتفاوت في شدتها من شخص إلى أخر والأمر المزعج في ألم الأسنين أن الألم لا يتوقف على الضرس نفسه بل يمتد إلى اللثة ويكون بسبب عدم تنظيف الأسنين بشكل مستمر وكذلك إصابتها بالتسوس يسبب آلاما بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى التي تتطلب زيارة الطبيب فبعض المشاكل يمكن التعامل معها بشكل طبيعي وبعضها إذا ما تم علاجها من الممكن أن تتفاقم وتسبب أدرون أكبر في الأسنين حيث يخشى الكثير من الناس الذهاب إلى طبيب الأسنين أو استخدام الأدوية والمسكنات الصنعية ويفضلون اللجوء إلى مكونات طبيعية وأعشاب للعلاج والتخفيف من حدة الألم ومن أشهر العلاجات الطبيعية لألم الأسنين نبات القرومفل لذلك سوف نقدم لكم أهم الفواد المذهلة للقرومفل وخصوصا لعلاج ألم الأسنين متابعين القروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيبة وهذا لاستخدام أكثر أمين أولا علاج ألم الأسنين بالقرومفل يمكن استخدام القرومفل بكافة أشكاله في التخلص من ألم الأسنين بالطرق الآتية استخدامه كاملا ويكون العلاج باستخدامه كاملا عن طريق وضعه داخل الفم وتقليبه باللسان حتى تتبلل حبات القرومفل باللعاف تصبح لينة ويتم الضغط عليها بالأسنين في البداية ومن الممكن أن نشعر الشخص بالألم ولكن يظهر تأثيرها بعد نصف ساعة ولا يعود يشعر بالألم ويمكن تكرار هذه العملية أكثر من مرة عند اشتداد الألم مع ضرورة مراجعة الطبيب المختصة استخدامه مطحونا يتم طحن النبتة كاملة باستخدام الخلاطة الكهربائية قبل وضعه على الأسنين حتى يصبح كالبدرة وتعد هذه الطريقة الأفضل للحصول على الأفضل مخدر فقد يكون من شدة الألم يصعب طحناء البذور والضغط عليها فهنا يوضع القرومفل المطحونة ويرش على الأسنين ويمكن فرق اللث به في حالة وصول الألم إليها يمكن استخدام زيت القرومفل في حال توفره في تخفيف ألم الأسنين وذلك من خلال تطبيق الزيت مباشرة على الضرس أو اللثة فيقوم بدوره بالقضو على البكتيريا والميكروبيات المسببة للألم الفوضى الطبية في القرومفل يعد القرومفل منقل للدم ويساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويستخدم في المجالات الطبية كمخدر ويستخدم في تخفيف ألم الأسنين وصبح حاليا يستخدم في حشوة جذور الأسنين يستخدم كمطهر ومعقم ويخلص الجسم من الفيروسات والبكتيريا يقلل من مشاكل الهضم كالانتفاخ وعسر الهضم وغيره ويعالج التهابات الجلدة ولدغات الحشرات القرومفل ينشط الدورة الدموية وبالتالي يساعد على زيارة التركيز وتنشيط العقل يحتوي القرومفل على مواد مدوضه الأكسادة لذا فهو يحمي من الإصابة بالسرطان متابعين القروم إذا استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله